اشتركوا في القناة يسوع المسيح وربما تكون شمس الحضارات إذا ضل فيه مناضلين لإله ومستمرين لإله ضيفنا أحيا حضارة الروم رغم أنه في البعض عم بيحاولوا أنه يطمسوا هالحضارة وخبوها وما تكون هي زهرة لأنه ما في حضارة بالعالم إلا ما تكون ساهمت بنحضة ما يوما ما بتاريخ ما وهيدا اللي عملته الحضارة الرومية ضيفي البروفوسور الدكتور نجيب جهشان أهلا وسهلا فيك شكرا لهالمضمون يستحق القراءة مرات ومرات حسب اطلاعي السريع للكتاب هو مرجع ثقافي تاريخي حضاري وفينا نقول كمانا بالوضع السياسي الموجود اليوم بالعالم صعود أوكرانيا صعود روسيا انكفاء أوكرانيا كمانا بينقرى بالسياسي فينا نعتبر أهلا وسهلا فيك أنا بدي أتشكريك من دم هلا أول شي أتشكريك واتشكر محطة إزاعي تفان على استقبالي بهالبرنامج وإن شاء الله بنقدر نتحاور اليوم ونكشف بعض العلاقة بهالكتاب لأنه أنا بعتقد هالكتاب هيدا مثل ما حضرتك قلت كتاب بيستاهل أنه يكون بين إيدين كل واحد كل مثقف كل إنسان بيهتم بالمواضيع هاللي ذكرت وهاللي رح نكشفها اليوم صلاح واللي ما عنده ماضي ما ممكن يتطلع للمستقبل هيدا أحلى كلام وهيدا الماضي يلي فينا ننتقده وفينا نتوقف عنده وفينا نفتخر فيه بس هو أسس لليوم ولبكرة وكل واحد بيتعطى اليوم وبكرة حسب أسلوبه مثل ما بقوله طبيعي بروفسور جهشان رح بلش أول شي بالعنوان مستفز مستفز العنوان مستفز لا بالفتكر أنا العنوان هاللي اخترته فيه شاعرية فيه شوية شاعرية وفيه رمزية شاعريته أول شي بيفكروا أنه فيها أنانية كمان يتكلم الدكتور جهشان عن حاله هو منه عن نفسي أبدا شمسي باسم الحضارة الرومية يعني شمس الحضارة الرومية مش شمسي أنا هاللي عم يحكي بعالكتاب هي الحضارة الرومية مش أنا عم يحكي بعالكتاب أنا كنت وسيلة لنقل هالحضارة هايدي وحطها بالكتاب إذن شمسي لنتغيب هي شمس الحضارة الرومية وهلأ منحكي عن رمزيتها كمان أكتر من هيك وفيه شاعرية إذن مثل ما قلنا لأنه مستوحى هو الحقيقة من تروباري تروباريون عيد الميلاد عند الروم تروباريون عيد الميلاد بتبلش وهي شغلة كتير كتير حلوة ميلادك أيها المسيح وإلهنا قد أشرق نور المعرفة في العالم لأن الساجدين للكواكب بهي تعلموا السجود لك يا شمس العدل هايدي هالأطعة العظيمة جدا هاللي فيها تعبير عن كتير أمور لاهوتية والتاريخية حتى تظهر أنه المسيح هو الشمس بالنسبة للمسيحيين المسيح هو الشمس وشمس العدل مش أي شمس اللي كان مش شمس القووي مش شمس النار إنما هو شمس العدل هل منزكر فيه أو إذن نحن وطعا منحكي هون عن شمسي لأن تغيب هي هالشمس هاللي المسيح نور علينا وهي الشمس هاللي نحن مستمدين منا معرفتنا مستمدين منا وجودنا ومنتأمل ومن آمن إنه هالشمس هادي مش رح تغيب هيدا هو استبزاز الاستبزاز العنوان ليش حصرت شمسي لن تغيب عن الحضارة الرومية الرومية عفوا مش عن الوجود والحضور المسيحيين لأنه كتير مهم اليوم وقتا نحكي عن الروم بعدنا عم نحكي عن انخصامات عن أجزاء من المسيحية بينما إذا حكينا عن المسيحية ككل بتكون الشمس فعلاً لن تغيب شمس الإيمان تسامح المحبة العدل يلي حضرتك حكيت عنه شمس يسوع يلي ضحة ومربحة جميلة شمس يسوع يلي كل يوم حاضر بحياتنا تيقوينا ويقلنا أنه الرجا هو سبب وجودنا هذا كله تماماً سؤالي كمان بمحله وودة اشرح فيه أنه نحنا عم نحكي هون عن الحضارة الرومية الحضارة الرومية هاللي بتمثل في نظر الروم مثل الإرث الديني والإرث الثقافي هاللي حصل مع الرسل بلش مع الرسل يوم العنصرة واستمر عبر الدولة الرومية عبر الكنيسة الرومية لمدة عشرين قرن لحد ديه اليوم بالرغم من ظهور هرتقات بالرغم من ظهور إنشاءات بالرغم من ظهور حالات حالات مختلفة كلياً عن المسيحية وشزت عن المسيحية نحن عم نحكي عن المسيحية وتسيء للمسيحية نعم نحن عم نحكي هون وتل نحكي عن الروم نحكي عن المسيحية الرسولية المسيحية الرسولية يعني المسيحية هاللي وضع أصولها أو أسسها الرسل الإدسين والمجامع المسكنية والآباء والتقليد هاللي نبنى عند الروم لها سبب عم أحكي أنا عن هالحضارة هاي دي وانطلاقا من هالحضارة عم نحكي عن شمس هالحضارة هاي دي مش عم أحكي عن أي إنسان بيقدر يقول أنا مسيحي ولكن هو يمكن بحالي خارج المسيحية أو هو بحالي من الهرطاءات الغريبة العجيبة هللي منشوفها بالوقت الحاضر بكتير بالغرب بدول غرب في كتير هرطاءات غريبة عجيبة ما بنقدر نعتبرها نحن كمسيحيين هي مسيحية ما بنقدر ناخد المواقف تبعيدها هللي بتعبر عنها إن كان بالمجتمع أو بالحياة أو بالسياسة ما بنقدر نعتبرها هاي دي مسيحية صحيحة هاي دي في كتير إشي عملنوا مزموط ما بنقدر نجمل المسيحيين ونحطهم كلهم بسندوقة وحدة ونقول أنتوا مسيحيين يلا كيف مكان نقعد مع بعضنا هللي رسولي وهللي غير رسولي هللي ماشي مستقيم وهللي غير مستقيم هللي بالهرطاء وهللي غير خارج الهرطاء يعني شكل كتير هاي دي ما بنقدر ناخد المسيحيين بها المعنى نحن عم نحكي بها الكتاب هاي عن المسيحية كما رآها الروم كما رآها الروم كما عاشوها لمدة 2000 سنة أو على القليلة 17 أرن بس وطالة نحكي عن الروم بدأ نتبه شغلي العالم حتى ما تضيع ودائما هيدا في لغة نحن وطالة نحكي عن الروم ما عم نحكي عن طايفة اسم الروم الأرتوديكس نحن عم نحكي عن المسيحية يلي إن وجدت ابتداءها من سنة 330 بالإمبراطورية الرومية ويلي طلع منا بإنشياءات عدة عدة طوايف ولكن جميع هيدول هن ضمن الحضارة الرومية إذن الحضارة الرومية مش عم نحكي عن طايفة ونعزل الطوايف الأخرى نحن عم نحكي عن جميع المسيحيين وخاصة عن جميع مسيحيين الشرق على القليلة على القليلة المسيحية الشرق بروفسور جحشان شو الدوافع اللي خلتك تكتب هذا الكتاب حضرتك طبيب آخذ عبر جمعية لها علاقة بالثقافة الرومية خط إيماني ثقافي اجتماعي ورحت إلى بحث بإطار بحثة كتاب بيصير مرجع بعدين لكل واحد باللغة العربية عم يفتش عن حضوره المشرقي المسيحي ممكن يرجع لهذا الكتاب شو الدوافع يعني بعتقد كلنا بنعرفه حضرتك بتعرفي إنه نحن المسيحيين في حالة أزمة بحالة أزمة وبدي بالتحديد هلا هون إذا بدنا نحكي طائفيا وبالتحديد عند الروم الأرثوديكس والروم الكاتوليك في أزمة كتير كتير كبيرة هللي لحظت أنا عبر تجربتي الحياتية إلى جانب عملي كجراح وكطبيب ولكن إلى هيدا أنا إنسان عايش بالمجتمع وعايش بالكنيسة هللي اكتشفتوا إنه شعبنا وحتى جزء كبير من الإكلير وخلينا نحكي الحقيقة بيجهلوا هالطريق بيجهلوا هالثقافة هايدي بيعرفوا إيمانهم يمكن بيعرفوا العقائد بيعرفوا التقوس ولكن قولي لهم هالطقوس كيف وصلت كيف حصلت هالعادات هايدي كيف صارت هالتقليد هاللي بتسميه لجنيسة التقليد الشريف كيف نبنى هالتقليد الشريف طيب بيسألوا حالهم ليش نحنا بهالحال اليوم بلبنان أو بالشرق ليش فيه تراجع للمسيحية بالشرق ليش فيه احتلال لكنائس وأديرة مثل ما حصل بالأسطنطينية وبالأنادول هيدولي كلهم هيدولي كلهم أسئلة إلنا حقنا طرحها أنا طرحت على نفسي وتبين لي إذا وتتحادث مع الباقيين مع الغير إنه المعظم الأكترية المطلقة من الروم عن القليلة إذا ما بدي أحكي عن باقي المسيحيين هالأكترية المطلقة من الروم ما بيعرفوا شي عنا ما بيعرفوا شي عنا وهيدا جهل عم بيؤدي لفقدين حس الانتما معاد عندهم انتما الناس انتماهم سطحي ممارساتهم الدينية سطحية نحنا هالإشي هيدا بدت صارت سطحية لأنه نحنا فقدنا بعرفتنا بتاريخنا بتراثنا وفقدنا خاصة الرابط ما بين هالتاريخ والحاضر يعني الناس بالوقت الحاضر عنا بيعرفوا الشغل اليوم بس ليش اليوم صلتوا على هالوضع هيدا ليش اليوم هيك عم نتصرف ليش اليوم عم نتلقى الضربات هيدا كله ليش ما بيعرفوا ليش بينسبوها لحدث آني لحدث آني لا هو منه حدث آني هالألفين سنة هيدا ألفين سنة في تراكم في تراكم لأحداث في تراكم لأشخاص في تراكم لأراء لعقائد جمعت فوق بعضها شي بوزيتيف شي نيجاتيف ولكن هي وصلتنا لا مش من الداخل مش من الداخل مش من الداخل مش من الداخل طبعا استهداف عظيم جدا وهيدا الكتاب عم يحكي عنها عن الاستهدافات كلها هيدا أكيد بروفسور رح بلش من الغلاف شمسي لن تغييب غلاف قبة كنيسة على ما أعتقد رح يترك لأيلك تخبرنا أكتر عن ليش خيارك لهيدا الكنيسة أو القبة تتكون هي الشمس مضيئة كالشمس بشكل أو بآخر لونة كالشمس ولكن إذا ما نروح إلى العمق في دلالة أخرى بحي ترك لأيك تشرحها هي الشمس هيدا هالصورة وسطة وسطة وأهمشي فيها أيقونة المسيح البانتوكراتور الضابط الكل هاللي موجود هون وهاللي طالع مننا كل هالإشعاع إشعاع شمسي إشعاع منور لهالأشخاص هاللي موجودين تحت هاللي هن أنبياء هاللي هن حكام هاللي هن الديسين هاللي هن رهبان أساقفة إلى آخره هادولي كلهم عم بتنورهم هالشمس هاي دي الطالع من هون ومنان إجت هالصورة هاي دي الصورة هي لصورة إبت دار كنيسة دار المخلص إبت كنيسة دار المخلص هاللي موجود بمنطقة بالإستنطينية اسمها خورة خورة هي الترجم هي كلمة يونانية بتاعني الريف أو الضيعة أو القرية ومن هون جاي اسم الكورة أو الترنتاز الكورة عنا في لبنان هي مناطق المنطقة الريفية أو منطقة الضيعة اسم ذاته كلمة يونانية خورة بالإستنطينية هي منطقة موجودة بالقرب من الأسوار يعني مننا بوسط المدينة موجودة هونيك بالقرن الثالث عشر أحد النافذين وهاللي كان محب للكنيسة عمر هيدا الدار وهالكنيسة هيدا هي من أجمل والمتحف المعمارية وفيها الجدرانيات والصور والموزيك هاللي موجود فيها شي رائع جدا بكل أسف هيدا وتاللي احتل الأتراك أو العثمانيين احتلوا الإستنطينية بألف أربعمائة وثلاثة وخمسين هاللي هو حدث مفصلي بتاريخ الروم طبعا متل ما عملوا مع غيرها حولوها لجامعة وضلت جامعة أكيدة بغطائي كلها بالكلس بيغطوها بالكلس كلها الأجدرانيات والأيقونة بتتغطى بالكلس حتى ما حدا نشوفها ضلت لحد يت ما صار في الجمهورية التركية بأيام أتا تيرك كشفوا عن كشفوا عننا تبينوا انه هيدا شغلة كتير كتير حلوة وانه بيقدروا يستفيدوا منها سياحية سياحية ايه كشفوها صار سياحية ورحت أنا شخصيا زرتها وعندي صور كتير كتير من هالموقع الحلو هاللي هو موجود مثل أطريك بأطراف الاستنطنية الأديمة هلأ بالنظام التركي الحالي مع أردوغان مصيرها صار مثل مصير آيا سوفية مثل مصير الكنائس والأديار بالعشرات وبالمئات ببلاد الأنادول هو الغريب أنه أردوغان مؤخرا فتتح كنيسي للسريان وبيدمر كافة الكنائس بخب كافة الكنائس لا المهم التراث بالنسبة لأنه التراث ما يكون موجود بيقدر يعمل شغل جديد إعلامي لا ما عم بفهم كيف يعني أنه هيدا التراث يلي حضارة عم يلغي حضارة هو عن جد عم يلغي حضارة ترجع لموضوع الكتاب بروفسور جحشان أنا عم بقرأ مقدمة الكتاب استوقفني نقطة جدلية فعلا هيدا ببعض الفكرة السياسة والحضارة بتقول أنه هو جولة على تراث الروم وبتروح محل بتقول بالتعريف أنه بتحكي عن هيدا الحضارة أنه هي أممية شاملة وقومية فردية لا مش قومية بالعكس غير قومية غير قومية ليش عم تحكي عن أممية شاملة نحنا بنعرف يسوى المسيح قال اذهبوا وتلمزوا الأمم بينما نشوف كمانا اليوم المسيحيين مش عم بيتلمزوا الأمم ولا عم ببشروا الأمم صاروا بمحل منتفئين يعني كل واحد يا أنا يا نفسي تماما كمان رح نرجع على اللي حضرتك بالتي هلأ الكتاب بيبلش هندي أنا الكتاب بيبلش بالعنصرة بيبلش بالعنصرة عم نحكي عن العنصرة شو هي العنصرة العنصرة حلوله روح الأدس ولكن في رسالة شو قاله المسيح بالعنصرة قاله اذهبوا وتلمزوا الأمم مع أنه يسوع كان بالوسط اليهودي وتلميزوا 12 كانوا كلهم يهود كانوا يقدروا يقول لهم اذهبوا وبشروا اليهود هل هندي هاك فهموه بالأول هندي الرسل فهموه بالأول على شكل هو قال لهم اذهبوا وبشروا الأمم وطلع بيناتهم شخص اسمه شاول أو التحق فيهم سابعا شخص لاحق عن شخص اسمه شاول هللي اسمه باليوناني بافلوس اسمه المصبوط بافلوس مش بولوس كلمة بولوس هي تحوير عربي غير صحيح للاسم الصحيح اسمه الصحيح هو بافلوس ايه ايجا بافلوس ظهر بيناتهم أو التحق فيهم بعد الرؤية هاللي حصت له كان هو رائع على مدينة دمشق ومن هنيك هالإنسان هيدا غير المسيرة يعني أخذ رسالة المسيح أو الطلب طبعا المسيح ونشره بالأمم وهي دي رسالة كمان شغلة كتير مهمية اللي هي أنه ما تعرف على يسوع مباشرة تماما تماما أكيد ما كان من بنت تلاميثه وصار حامل سيش يسوع الروحي وليس القاتل أكتر من كل هيدوليك أكتر من كل هيدوليك مشاناك بتسميه لكنيسة هامة الرسل يعني راس الرسل راسهم يعني تصوري كل هيدوليك هو أعلى واحد فيهم خدمة يعني خدمة ورسالة هالرسالة أخذها وصار يبرم صار يبرم وبعدين يصرف عنده مثل تلميثة مرافقين إذا بدك تحسبي مثل اللوءة الكاتب اللي هنجيل والأعمال الرسل وإلى آخر غيره صاروا راحوا على العالم المعروف هديك الأيام هلأ وين انتشرت هالرسالة انطلاعا من بابلوس والبقين كلهم سوا انتشرت بالإمبراطورية الرومانية انتشرت بالإمبراطورية الرومانية لأن الإمبراطورية الرومانية هديك الأيام كانت هي العالم المتحضر هي العالم المتحضر هلأ صحيح كان فيه بالصين وباليابان وبأفريقيا بالهند كان فيه حضارات ولكن منى بمستوى الحضارة الرومانية هاللي هي كانت حضارة إغريقية رومانية اللي حياء الرومان وتلعملوا حضارتهم بنيوها على العمل على العظم الثقافي الإغريقي إذن هالحضارة الرومانية انتشرت بالإمبراطورية انتشرت فيها المسيحية كما رأيها الرسل ولكن هالمسيحية هذي كانت هالانتشرت كانت بعضها مفككية يعني كل إذا بدك تحس بكل أسقف عنده عنده عاداته كل أسقف عنده تعليمه وياما كانوا مختلفين من بعضهم على العقائد مختلفين حتى على عيد الفصحة يعني كل منطقة بالعالم كانت تعيد عيد الفصحة بتاريخ معيا ضلت هالإشي هذي هيك يعني بعدها كانت أحوال منة سابتة ولكن أعداد المسيحيين زادت بالإمبراطورية الرومانية لحديث سنة الثلاثمية سنة الثلاثمية اعتبروا الرومان الوسانيين اعتبروا أنه هالدول هالمسيحيين المؤمنين بيسوع هن هدول سبب المشاكل سبب الفساد سبب الانشاءات سبب كل شي بدك بالدولة الرومانية كان مفسود اعتبروا المسيحيين هن السبب وبلشوا يتخدوهم هن ما اتطهدوهم لأنه المسيحيين إنما اتطهدوهم لأنه حطوا حطوا عليهم السبب وهون وهون ظهر إنسان صار معه مثل ما صار مع بافلوس هاللي هو استنطين استنطين كان هالإنسان هيدا هالحق يعني هو ابن حاكم ابن حاكم ابن قيصر وكان عم يستعد حتى يصير هو القيصر وكان فيه آلائل سياسية مثل ما سكرنا صار معه رؤية شايف يسوع شايف الصليب بالسماء وقال له المسيح قال له بهذه الإشارة تنتصر وانتصر بالفعل انتصر على جميع الباقيين هيدول ووصل للسلطة المسيحيين كانوا بهذاك الوقت عشرة بالمية فقط من سكان الإمبراطورية يعني بيجوا بقولوا أوقات الناس اللي بدون يحط والحضارة الرومية بقولوا ما استنطين كان عنده فادي يعني شايف أنه المسيحية قوية هو التحق فيهم للمسيحية وين بدوا يلتحق فيهم المسيحيين كانوا في اللحين عمال متهضين لا كانوا يمثلوا شيء بالدولة الرومانية ما كانوا رجل أموين ما أنهم النفذين بالدولة حتى يلتحق فيهم هن التحقوا فيه هن انبسطوا فيه يعني أكيد وتلقشها وصل للحكم وقال أنا بدي حط الطابع المسيحي على هالدولة هيده بدي إلغي كل شيء قديم وبدأ أعمل إمبراطورية جديدة أو دولة جديدة ورمزية هالإمبراطورية هي أنه نقل العاصمة من رومال اللي موجودة بإيطاليا اللي هي كانت مركز الفساد بالدولة الرومانية نقلها لعاصمة جديدة يعني صورة تجدد كون كامل سميها روما جديدة القسطنطينية هالدولة هيده حتى جاوبك على هذا السؤال بس هيده إلى إطار سياسي كمان طبعا إلى إطار سياسي بس خليني وصلك وصلك على الأممية هالدولة هيده هاللي صارت عصبطة روما الجديدة روما جديدة كل مواطن فيها أيا كان جنسه هو مواطن بهالدولة هيده وكل المواطنين متساويين فيها وهيدول هنه هاللي اسمه الروم الروم هنه مواطنين هالإمبراطورية هيده إن كان بالمشرق عنا أو بالانادول أو باليونان أو بالبلقان أو بإيطاليا أو بشمال أفريقيا أو بمصر هيدولة كلهم هنه المواطنون الروم وهيدولة كلهم أمم مختلفة وحتى كانت تحكي لغات مختلفة يعني بالغرب كانوا يحكوا لاتيني باليونان والانادول كانوا يحكوا يوناني. بالمشر انه في اسم كبير كان يحكي ارامي. بمصر بيحكوا اللغة المصرية. يعني اللغة الابطية. بشمال افريقيا بيحكوا اللغة البربرية. هيدولي كلهم هن الامم. هيدول هن الامم. بالامبراطورية الرومية كان ممنوع على المواطن يحكي وينشط بقوميته. ممنوع القومية. يعني ممنوع واحد يقول انا هليني انا يوناني. هللي كان يعني يقول أنا يوناني يحاكم أو يلاحق على أساس أنه عم يحكي بقومية هاي دي الدولة منا دولة قومية هاي دي دولة أممية لجميع الأمم هاي دي هي رسالة المسيح يذهبوا وبشروا وتلميزوا الأمم هاي دي هي الأممية الرومية هي أممية بتشمل كل إنسان بالتحق بالإمبراطورية هلأ اللي صار حتى عم تقوليه لأنت هلأ ليش إيه هللي صار ابتداعا من القرن العاشر أو القرن الحادي عشر ظهرت شيء اسمه القومية ناسيوناليسم وهان ظهرت بالغرب أول شيء ونحن استوردناها بعدين بالمناطق بشرقنا عندنا هون وطلعت ساعتها صار فيه واحد يقول أنا يوناني والتاني يقول أنا روسي وهذا يقول أنا بالغاري وهذا يقول أنا سوري وأنا فلسطيني إلى آخره هاي دي هالقوميات هاي دي ملنا موجودة عند الروم ومخالفة كليا للسياسة الرومية وللعقائد الرومية فككت الأمميراتورية فككوا بعضهم فككوا بعضهم بس إذا بتسمح التروفوسور ترح تعدت أسئلة يعني تعدت أفكار وبحب نقشها إذا ما عندك مانع فضعي أول شيء وأتحكيت عن الرسول أنه راحوا إلى روما يعني أول شيء تيبشروا لا الأمميراتورية كلها بوش لا رومانية بس يعني الأمميراتورية رومانية وبالتالي يعني كان في عجيبة كبرى ما كان في ترجمة ما كان في قدرة على إتقان اللغات كيف قدروا الرسل يعني أنا بسمعهم أنه كانوا يحكوا يعني وقتها أقرأ الأشياء تراثية المسيحية أنه كان روح القدس حلو علي أنه يحكوا بلغة البلاد يعني يعني ها فيها مبالغة الشغلة إيه هلأ فيها اللي راح على الهند واللي راح يعني مسلا الجيستوما يمكن راح وصع على الهند على كرالة كرالة مصبوط إنه كيف كانوا يحكوا كيف كانوا يتواصلون هايدي حتى نفهمها أنا شرحها كمقبل كتاب هايدي شغلة كتير مهمة هلأ رمزيتها هي بالعنصرة هوطة اللي صاروا يحكوا جميع اللغات ولكن ما كانوا على هالشكل هايدي يحكوا كل ساعة بكل لغات العالم ما بدنا نكون واقعيين طبعا ما كان هيك الوضع راح نرجع نشدد على نقطة الرسل بمعظمهم كانوا من العبرانيين وكانوا من اليهود وهن وقت اللي راحوا حتى يبشروا راحوا كل مدينة فيها يهود يروحوا لعندهم البشارة صارت عند اليهود هاللي منتشرين بالشتات إحنا بهاك الوقت كانوا اليهود تشتتوا من فلسطين راحوا دن كل بلاد العالم تشتتوا لأسباب سياسية واقتصادية إلى أخير واحتلال الرومان للبلاد تشتتوا هيدول هاليهود هيدول هن يحصلوا يروحوا لعند أنرسل هلا هاليهود اللي موجودين بروما كانوا يعرفوا يحكوا لاتيني 5-0 للغه العبرية أو القرامية هاللي موجودين بالاناظول كانوا يحكوا يوناني إلى جانب اللغه العبرية أو القرامية مثل اي لبناني موجود بغير الدولة اذا بده روح لبناني غير متقن للغة بروح بقسطو هالرسل تكسرت اعدادهم باليهود هاللي التحقوا بالمسيحية بالاوساط اليهودية هاللي موجودة بالامبراطورية الرومانية هيدا السر اذا بدك تحسبه سر انتشار المسيحية الاولى هلا بعدين وطلس صار واحد يوناني صار مسيحي علم واحد تاني يوناني باللغة تبقيته بس بالبداية هي بلشت على هالشكل بلشت انه قصدوا مشان هيك مسلا بالهند شو صار كيف راح لديستوما لانه بهالمنطقة بكيرالة بالهند على السحل الشرقي للهند كان في جالي يهودية صغيرة موجودة هونيك وصل لعندون حتى يبشروا بالمسيح بروفسور وقتا تحكي عن قسطنطين والبعض بشوفوا عظمة قسطنطين ودوروا بتبني المسيحية اول شي وبعد تبني المسيحية وجودوا بالسلطة واللي عملوا بموضوع الصليب وبعض بناء الكنائس وبالنظام الكنسي وبتبني الأساقفة والآخرية عمل قسطنطين الكثير بعض بقول من أساء إلى رسالة الرسل لرسالة المسيح الحقيقية هو القسطنطين بحد ذاته وقتا بس حاليني لأنه بقولوا بكل وسط طهية المسيحية التقشف الفقر فأخذ الكنيسة بدل الزهد إلى المشهد الامبراطوري الملكي إلى آخرية فأساء هو فعلا إلى الكنيسة أنا بسأله سؤال تاني بسأل سؤال بطريقة تانية المسيحية انتشرت بالامبراطورية ورمانية للمدة بثلاثمئة سنة ولم تصل إلا إلى عشرة بالمية من السكان لم تصل إلا إلى عشرة بالمية من السكان هاللي خليها توصل إلى مية بالمية من السكان هو استنطين مش هن مش هيدو لك العبول البساطة والأخير أكيد تعاليم المسيحية تعاليم مسيحية بس المسيحية ما نعمل او ما انتشرت بالعالم بحد السيف ولا انتشرت بالقوة يعني منو جميعا حملوا سيوف وحملوا انابل وحملوا مبشرين بشروا ولكن كان بحاجة انو تتصم سؤال تغيره بسأل سؤال تاني ليش كانوا المسيحية عم يتسارعوا مع بعضهم عقائديا وتلي وصل باستنطين استنطين ما هو عمل المشاكل مين الكهنة اريوس كان كاهن من ليبيا واحد من الو كان بالاسكندرية وكان بعضه استنطين اول ما يوصلوا قبل ما هو بلش بهرطقته اذا بدك هاريو اريوس قبل ما ايجا استنطين استنطين شو عمل شايف انو هيدا عم تقسم المسيحية بين بعضهم عقائدة اريوس عم تقسم المسيحية بين بعضهم عم يتخنعوا مع بعضهم رح يقتلوا بعضهم قال لهم لازم نعمل مجمع حتى نحل المشكلة وتعطونا العقائدة في ثلاثمائة سنة ما عملو لنا الدستور ايمان هولrà عمل الدستور اليمان هو استنطين بالمجمع المسكون الاول هو العمل اؤمنوا بإله واحد الى آخر هين عملت بالمجمع المسكون الاول هلي دعال الو استنطين استنطين كان بأسر ابن كوميديا أسر الامبراطورية كان بمدينة اسماه نيكوميديا هذا هو قبل ما عملوا المجمع وبعد المجمع كان يدعي الأساقفة يجمعون يدعي الناس هاللي كانوا بالدولة هاللي كانوا وسانيين أو كانوا عم يقتبلوا المسيحية يعمل لهم دروس بالأسر الامبراطوري وكانوا وتليفوت الأساقفة هاللي كانوا بأيام ديوكليتيالوس كانوا عم يتدبحوا ويتأتلوا كان هو يستقبلوا شخصيا وينخ يبوس جروحة طبعيتهم عم يعتزل هو باسم الامبراطورية الرومانية هو أسائل المسيحية لو لو مش منه ما كان فيه مسيحية بالعالم اليوم هل أساء أنه عمل الكنيسة الأرتوديكسية بشكل أو أخرى ما هو ما عمل الكنيسة الأرتوديكسية هو بالشكل عملها ملكية هو اللي صار هو أنه المسيحية هاللي وصلت لهني كانت مسيحية بعدها مفككة مثل ما حكينا قبل عن قائد الآخره هو عمله عمل المجمع المسكوني الأول هاللي حدد عيد الفصح هاللي عمل دستور الإيمان هاللي أرر أنه يوم الأحد هو يوم الأطلة الأسبوعية وباقي الأشياء كلها ونظمت الكنيسة نظمت الكنيسة هيدول هو عملهم وما كان عمله هو من بعده طلعت كلمة اسمها الأرتوديكسية مش كنيسة أرتوديكسية أرتوديكسية يعني استقامة الرأي هيده أباء الكنيسة هاللي بهادك الأيام حصلوا يعني مثل باسيليوس كبير وغريغوريوس اللهوتي وإلى آخرهم هيدول هن هاللي حطوا هالعقائد هيده من بعد اسطنطين مش بأيام اسطنطين بعد اسطنطين وصارت الكنيسة اسمها كنيسة أرتوديكسية من بعد اسطنطين هو كان البداية هاللي أطلعت هالبروسيسيوس هو البداية هاللي أطلعت هالبروسيسيوس كنيسة والشكل التقص الملكي فيها نعم أنا يسيء لصورة يسوع يليك قال إذا عندك توبين أعطي الفقير ومشي بتوبة هيده على أباء الكنيسة يقولوا عليا مش اسطنطين ولا الأباطرة هاللي هن فرضوها هن أباء الكنيسة الأصاقفة وجدوا أنه لازم يتصرفوا هن وتلعام يتصرفوا بهالشكل هيده عم يعطوا البهاء والعظمي للمسيحة اللي هن بمسلوه ملك الكل مش أني ما أمسلوه بعدين حتى أكتر من هيك لو للأباطرة ما بدهم الكنيسة تكون كبيرة وعظيمة ما كانوا يخلوهم يظهروا هيك على الشكل ليش أباطرة الروم خلوا الأصاقفة والبطاركة والكهنة يظهروا بهالمظهر هيده لو لا كانوا هالأشخاص هيدول عم بيهددون سلطتهم نعم بالعكس هن اعتبروا أنه بهالشكل هيده عم تعظم الكنيسة عم تعظم المسيحة اللي هو رأس الكنيسة أنا شخصيا ما بعتقد أبدا أنه أي يعني بدنا نجرب أنه نخلي الكنيسة بنحكي عن أنه الرسل أو الكنيسة طبع أول قرن هي فقط الكنيسة المزبوطة والكنائس الثاني مزبوطة وكل شي صار يعني بعدين تتطورها هيدا في كتير من البروتستان بالغرب هيدا بقولوه بالإصلاح اللي صار يعني طبعا أكثر استعمل آيكونات بقولوه هنه أنه نحن عم نرجع نحن عم نرجع للمسيحية الأولى هن عم بقولوه منرجع للمسيحية الأولى منرجع على مكان الرسل من هون بقولولك ما فيه أساقف ما فيه أساقف ليش بد يكون فيه أساقف بطاركي نحن فيه واحد اسمه باستور يعني أسيس ويكفي هيدا هيدا بيكفي بعدين هيدا ما لازم يعمل الديس صار بعدين ما كان فيه قديس وقت هيدا هيدا كانوا يجمعوا كلهم ويصلوا طيب حق معهم يمكن ولكن خلينا نشوف النتيجة هل النتيجة تبع هل إصلاح البروتستانتي هل اللي حصل بالغرب هل هو نتيجته للمسيحية هلأ اليوم هل اللي نحن عم نشوفها عندهم هل هي المسيحية المضبوطة هيدا اللي عم نشوفه نحن هلأ وقال يحكولك بالمسلية ويحكولك بالزواج بالتنازيه هل منقتل للواحد إذا كان مريض ما عادرين نحكمه الإجهاد كل هالإشي هيدا نتاجيه نتاجيه عن الإصلاح طبعه لأنه هن رشعوا للقرن الأول لا لا بالعكس حط في ونين بدأ تعملن لكنيسة وعملتن لكنيسة في تقاليد عملتن لكنيسة هللي هي بتعبي الحياة طبع الفرد بتحبي الحياة طبع الفرد بتخلي كل ساعة وكل دقيقة يذكر المسيح كل ساعة يذكر يذكر تعليم المسيح يذكر أفوان ولكن نفس الوقت ما في هال هال تشرد الفكري يعني كل واحد بيطلع برأيي بقول أنا والله كانوا بالقرن الأول والقرن الثاني كانوا كل واحد يطلع برأيي أنا كمان بده أطلع برأيي مشان هاك فيه 256 256 شيعة بروتستانتية مختلفة بالعالم 256 شيعة طب هذول ليش 256 فرقة مختلفة كل واحد بتقول شيء كل واحد بتتصرف شيء لأنه هيدولي بدون يرجعوا على ما يسمى بالمسيحية الأولى رجعوا على ما يسمى بالمسيحية الأولى ورفضوا كل سلطة رفضوا كل تقليد رفضوا وجود الدسين رفضوا وجود سلطة دنيوية موجودة بترافق الكنيسة رفضوا كل شيء بقولوا نحنا بدنا نخترع كل واحد بدي يخترع هاللي بده إيه أنا برأيي هيدا شغلي خاطئة شغلي دمرت المسيحية وعم تدمر المسيحية ومنى هي الطريقة هاللي المسيحية بالضل موجودة فيه بطريق المستقيم بروفسور جهشان تدمير الحضارة صعب لأنك بتقول بالعنوان شمسي لنت غيب لكن على الأقل إحباطها تأخرة عدم نهوض لإله عدم استمرارها كل هيدا الأمور بتصير من هيدا المنطلق بدي أسأل أيهما كان أصعب على الحضارة الروم السياسة ضعف الإيمان التدخل الخارجي أو الانقسام كلهم سوا سكرتهم كلهم كلهم سوا يمكن في فوقهم كمان أسباب تاني بنقدر نسكرهم كلهم السياسة طبعا وطن تقري هالكتاب هيدا هو منه كتاب تاريخ ولكن أنا استعملت التاريخ وحللته استعملت المعطيات التاريخية وحللتها بتقشعي أنه إجا أوقات حكام فاسدين إجا حكام فاسدين إجا حكام عم يتصارعوا مع بعضهم يتخارعوا مع بعضهم يعني سعطي مثل علي وغيره في كتير 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 بحوالي سنة 1200 صار في خلافات بقلب العائل المالكي هاللي كانت وقتها بالأسطنطينية صاروا يتخارعوا مع بعضهم مين بدوا يحكم ولو حتى واحد ينصر حاله صار استدعوا الغربة هاللي هن كانوا بالغرب هاللي كانوا بدون يعملوا حملات صليبية كانوا عام يعملوا حملات صليبية هدفها مبدئيا هو الوصول إلى أورشلين استدعوهن هن استدعوهن قالوا نطعوا سعدونا واحد حتى بدوا الصليبيين يجوا سعدوه على ابن عمه على خيه على عمه على رايبه صاروا هن هيدولي فاتوا على الأسطنطينية بسنة الالف ومتان واربعة وصار هاللي صار هاللي منشوفه محطوط بالكتاب هون بخبر كيف دمرت الكنائس صرقة الزخائر كل شي فيه قطع أسرية وفنية كلها راحت كتب مؤلفات كلها صارت بالغرب وكان الغرب بحالة بربرية وقتها مش الغرب هاللي نحن بنعرفه اليوم من بعد الرنسانس ببعض الضهر لا هذك سنة الالف ومتان كان حالة يرسلها الغرب كانوا برابرة هذي كيف صارت هذي صارت مور السياسي هذي مور السياسي هيدا بسبب من أسباب سبب تاني مثلا من هاللي سكرتيهن وفي غيرهم الانشياءات من بعد بصار المجمع المسكون الأول وطرده في أريوس ولكن بعد مدة رجعنا باللشنة بلشوا هالكليريكيين يتخانقوا مع بعضهم بلشوا يقولوا هل انه والدة الإله يعني العذرة مريم هل هي يجوز تسميتها بوالدة الإله أو ما بيجوز هي إم يسوع البشري الإنسان ولكن منها إم يسوع الإله إذن بدنا نختلف كانوا مع بعضهم هل يجوز تسميتها بوالدة الإله أو لا يجوز وقدت إلى إنشاء أو في كنيسة بالشرق موجودة لنا ترفض تسميت مريم والدة الإله مضير شوي الزمن بعد كم سنة بلشوا اختلفوا بين بعضهم هل المسيح له طبيعة أو طبيعتين هل طبيعته البشرية مساوية للطبيعة الإلهية أو الطبيعة الإلهية مسيطرة على الطبيعة البشرية خلاف على هالشكل كمان هيدا هيدا كل الإنسان كل الشرق كل الشرق وإنساماته إجت من هالخلاف طب هالخلاف هيدا أنا بسأل دائما بسأل حالي طيب إنه هل المسيح لنفطريد طبيعة البشرية الإلهية أقوى من الطبيعة البشرية أو الطبيعتين متسابين هيدا أو هيدا هل بتتغير صورة المسيح؟ هل بتتغير رسالة المسيح؟ هل بتتغير التعليم؟ لا ما بتغير شي طيب إذا إنتوا ما تكونوا تفكروا عفوا إذا إحنا بدنا نفكر بهالشكل هيدا إنه هالطبيعة هيدا أو الطبيعتين المسيح هو ذاته المسيح ما بيتغير طب ليش بدنا نروح نجيش الشعب؟ هو صار إنه إلهم حق هني كاكليريكيين كفلاسفي كلاهوتيين إلهم حق يتناقشوا بهالموضوع ولكن ولكن هل يجوز تجيش الشعب؟ تجيش الشعب لا يصير هيدا ضد هيدا كرمال هالنقاش اللهوتي؟ بعدين بعد كم سنة صار فيه نقاش على إنه هل المسيح عنده مشيئة وحدة أو مشيئتين؟ صوري يعني هل الفكرة إنه مشيئة أو مشيئتين؟ طيب إن كان عنده مشيئة أو مشيئتين هل تغير شيء بالإنجيل؟ هل تغيرت رسالة المسيح؟ ما تغيرت ليش حتى عم نقتل بعضنا وننشأ وصير فيه هيدا عليه بترك وهيداك عليه بترك وهيدا عليه متران وهيداك عليه متران ونقتل بعضنا ونستدعي الغريب ونستدعي الغريب ليفصل بيناتنا أو لنستدعي نقدم له لبلاد هدية نكايب هيداك هللي عم بقول كلمة تانية مختلفة نستدعي نستقود الغريب شو بدنا أكتر من هيك؟ يعني هيدا 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 انقسامات عقائدية عقائدية طيب غير سبب هللي عم نحكي كلنا على القومية ذكرت القومية من زمان القومية إجت من الغرب الحقيقة ما كانت نبلشي هون ما كانت قوية القومية ولكن ابتداعها من سنة 1800 إيشت القومية من بعد الثورة الفرنسوية بلشوا يحكوا لبابل فرانسي ولبابل ألمان ولبابل أنجليئ لأخرها إجت هيدا لعنها بعتوها على الشرق هون وصار فيه الثورة اليونانية سنة الالف وثمانمية ثورة اليونانية انطلقت كثورة رومية كثورة رومية يعني هيدول بدون يتحرروا من الدولة الأسبانية بدون يراجعوا الحضارة الرومية والدولة الرومية إذا دخلوا لهم براسهم انه انتو يونان وفي عندكن تاريخ ايام افلاطون وايام هيدا وهدوت مسيل وسكرات وإلى آخره انتو هيدا المرجع طبعاكم انتو مش مرجعيتكن مش مرجعيتكن الاستنطينية ولا المرجعية طبعتكن هي الكنيسة المسيحية هلا أكيد ما قدروا يعملوها ينفذوها كليا ولكن عملوا دولة وصاروا عطيوها صاروا يحكوا بشيء بالهلينية أو بالهلينيسم بارالالة إلى شغلة زيتها صارت بروسية روسية قبل سنة 1850 كانت تحكي بالمسيحية الأرثوديكسية وكانت تبعث مرسليها ومساعداتها لكل واحد روم أرثوديكس بالعالم من بعد 1850 بلشت تحكي بالسلافية بلشت روسية تحكي بالسلافية انو نحنا بدنا نصرة الشعوب السلافية وعظمة الشعوب السلافية مثل ما صار بألبانيا وبكل مطلب هيدا ايجت من الغرب طيب هيدا شو عملتها لكن هلأ نتيجتها عم نشوفها بأوكرانيا هلأ زيت الشيء هلأ بأوكرانيا بأوكرانيا ما عادت السلافية بس صارت الروسية ضد الإكرانية تصوري الروسية ضد الإكرانية أنا بدي استقلم الروسية لأنه أنا إكراني شو الفرق بين الإكراني والروسي يمكن متل متل الفرق بين اللبناني والسوري يعني أنجأ شوية لهجة مختلفة عند تاني الكلمة بغيرولا حرف أو نص حرف فيها وصير شعب تاني مختلف طيب كون مختلف عندك ذاتية ولكن بتروح لحرب بتعمل حروب كرمال اللهجة الحروب منى دايما بحطولا أمبلاج هو هيدا القومية بس الخلفية سياسية بس الخلفية القومية تستعمل بشكل كتير قوي بيستغلوها هيدا هيدا الأسباب وحد ببعض الأسباب وغير أسباب يعني صار في عنا زلازل صار في عنا مشاكل طبيعية يعني كمان كبيرة أثرت على تفضل سقوط الحضارة حضارة الروم بروفسور جحشان هو مع السقوط القسطنطينية أو سقوط حضارة الروم تراكم يوم بعد يوم وتآكل وعدم معرفة وصولا لهذا الكتاب طبعا هلا الحدث 1453 حدث مهم كتير ولكن حدث رمزي لأنه كانت الأسبانطينية 1453 كدولة دولة صغيرة كتير يعني كان فيه بعد يمكن 3000-4000 كم مربع يعني ماشي قد ربع لبنان كانت موجودة دولة رمزيا سقطت لأنه كانت هي العاصمة وكانت بعدها بتحتوي بعض التحاف وبعض الأشياء ولكن السقوط حصل من قبل وهون بالكتاب أنا بحكي عن الغزوات الخارجية هاللي هي شوي شوي دمرت الحضارة الرومية وكل هايدي الغزوات كمان شبه قومية أو دينية جيت من برة يعني الغزوات الجرمانية الشعوب الجرمانية يعني الشعوب ألمانيا وسكادينافيا هاللي فاتوا على الغرب هاللي دمروا الغرب بين سنة الأربعمية وخمسمية دمروا الغرب كليا بعدين صار في عندك الفرس الفرس عملوا هجومات وتالي استولوا على الصليب أيام هراكليو استولوا على الصليب المقدس وأخدوه على اكتسفون المدينتهم هاللي موجودة حد بغداد اليوم نقلوا الصليب هونيك وصارت حروب ضلت عشرين سنة أكتب من عشرين سنة الحرب ما بين الروم والفرس حتى بنهاية الأمر استرجعوا الصليب ولكن كانت البلاد منهكة بلاد منهكة هون بعدين عندك الغزوات العربية وتالي فاتوا العرب كمان فاتوا العرب لهون احتلوا شمال أفريقيا والمصر وبلاد المشري بعدين الغزوات التركية هاللي اجت من شبههم من وسط آسيا فاتت على الأنادول وعلى الكوكاز ودبحوا وقتلوا وحولوا البلاد كلها لبلاد تركية حتى الشعب حولوا لشعب تركي هو بنوا تركي العثمانية يعني لا مش العثمانية قبل العثمانيين في السلاجقة والخزر في كتير شعوب أبايل تركية وسطي قبل العثمانيين العثمانيين فرع منهم عثمانيين فرع منهم إذن هالهجومات الخارجية كمان هايدي أرهقت دولة عاشت بكل الأحوال ألف ومية وثلاثة وعشرين سنة ما فيه دول كتير بالعالم عاشت ألف ومية وثلاثة وعشرين سنة أي دولة منعرفها اليوم عمرها الأدى ما فيه دولة الروم دامت ألف ومية وثلاثة وعشرين سنة صار حصل بنهاية الأمر بعد هالاحتلالات هاللي حصت والتفككات والانشياءات هاللي سكرنا انتهت بسقوط الاسترطيني ولكن الشعب الرومي الشعب الرومي يعني او الروم هاللي موجودين كانوا بكل هالبلاد هاللي كانت هي الدولة الرومية استمر اسم كبير مننون على تراثه وعلى حضارته وكانت الكنيسة هي الوسيلة للحفاظ على هالحضارة هاي دي يعني لو لما في الكنيسة ما كان ضل في روم بالعالم حالو مع هيدا المشهد اللي تقدمت فيه دكتور جحشان بدي روح لبعض النقاط يعني الكتاب ازا بدنا نعمل مقابلة بعد قراءته بده على الاقل اربع او خمس ساعات مولاي عشان بس رح حاول من الفهرس اخد بعض النقاط كيف صار كيفش كانت العلاقة روسيا مع الروم كيف صارت روسيا هي تعتنق العقيدة الارتودوكسية او الروم كمان هيدا نقطة كتير مهمة وهون بدي تضويلنا على شغلي على صفة او ميزة من ميزات الروم الحضارة الرومية من استنطين لحديد الف اربعمية وثلاثة وخمسين صار فيها عالي وواطي يعني مرحلة نهود صعود وهبوط ونسميه ان احنا اتاب مراحل او حقابات واحدة من الحقابات هاللي مرأوا فيها الروم بين سنة تمانمية وخمسين او تمانمية لتمانمية وخمسين لالالالف وخمسين هادي مرحلة تسمى المرحلة الزهبية مرحلة النهضة عند الروم والعالم ما بتعرفها ولا كتب التريح حتى بتحكي عنا لانه كلهم بضبوا على الغرب ما حدا بضبوا على الروم هالحضارة هايدي هالمرحلة هايدي هاللي هي مرحلة النهضة كانت عظيمة من كل النواحي سياسيا دينيا عسكريا ثقافيا عمرانيا كل شي بدكي وهيدي المرحلة تميزيت بانه كانت الاستنطينية عاصمة العالم مش بس عاصمة العالم المسيح كانت عاصمة العالم كله سوا بقى السلاف الشعوب السلافية موجودة كانت من البلقان وبالشمال الجهة روسية هالشعوب هايدي السلافية بلشت على احتكاكة مع الروم وجدت انه بركب تصير مسحية ما كانوا مسحية هيدون يعني هاللي اسمه الروس اليوم وهاللي اسمه سرب وهاللي بالغار وإكران ما كانوا هيدون مسحيين بلشت القصة بمورافيا مورافيا يعني بتشيكيا سلوفاكيا طلبوا بسنة 850 تقريبا من الإمبراطور كان اسمه خايل التالت ومن البترك فوتيوس الإديسة اللي هو إديسة من أهم الإديسين بالكنيسة طلبوا منهم يبعتونهم مرسلين لحتى يعرفوهم بالمسيحية بعتونهم اتنين اسمهم كيريلوس وميتوديوس كيريلوس وميتوديوس هن الكتبوا الأحرف السلافية هن كتبوا الأحرف الألفابية اللي بتكتبوا الروسة والبلغار هن كتبونهم يا كيريلوس وميتوديوس وترجمو لهم الكتب المؤدسة والإنجيل ترجمو لهم للغة السلافية هاللي تسمى سلافونية أو الأديمي وبعدين وراها اعتمدوا البلغار اعتمدوا البلغار الإمبراطوري والملك البلغار كان اسمه بوريس صار مسيحي ملك سربيا اعتمد مسيحه وعمدوا شعبهم كله سوا وامتدت هالرسالة هايدي هالبتبشير وصل لكيعف هاللي كان كان موجود فيها أمير اسمه فلاديمير هاللي هو أول واحد صار مسيحي طلب فلاديمير من اسطنطينية انه يبعثوا المرسلين لحتى يعلموا الشعب الموجود عنده هنيك اللي هو الشعب الروسي ويعمدوهن وصارت معبودية الروس هاللي تسمى معبودية الروس سنة تسعمية وثمانية وثمانين ويلي فيه تقت بيعملوا اليوم بوتين بعضه بيعمل تقوس العماد تسعمية وثمانية وثمانين بلشت نقضر رسميا المسيحية بروسية ولكن كانت روسية بلد كتير فقير وابايل ما انه شعب يعني انه صحيح صاروا وسعي بس اخذت معهم ثلاثمائة سنة اربعمائة سنة لحتى اخذوا المسيحية على اصولها ولحتى طوروا العداد تبعيتهم وكل هيدا اخذوه من الاسطنطينية كله اخذوه من الاسطنطينية يعني كان المرسلين من الاسطنطينية الاساقف يجوا من الاسطنطينية الرهبان يجوا وعلموهن الاصول المسيحية هاللي مسميها ارتودكسية روسية تعلمتها بهالمرحلة هيدا ما بين تسعمية واثمانية وارف واربعمائة هالقوات اللي ساعتت الاسطنطينية وساعتت البلاد كلها سوا الروم هاللي موجودين بقلب الدولة العسمانية صاروا هن بسموهن ملة الروم ملة الروم ضلت روسية خارج هالقصة هيدا من هون بلشت تصعد روسية بلشت روسية تصير دولة كبيرة وعندين دولة عظمة واستمرت بهالصعود هيدا ما بين الف واربعمائة وثلاثة وخمسين الى الف وتسعمية لحدة مصار في السورة الشيوعية بقى هيدا روسية علاقة معروم هي هيدا العلاقة هاللي بلشت تصيمية واثمانية واثمانين واستمرت مدة الف سنة في رواية مرة سمعتها مضاعف الديدائية واذا موجود بالكتاب بروفوسور جحشان قيل انه احد المسئولين الروس كانوا موجود بالقسطنطينية دخل الى كانيسة وسمع الترانيم للارتودوكس أدمن عجب قال معقول الملايكة هن حاضرين شخصيا وعن بيرتلو وبوقت حب انه ينقل هذه الحضارة كله هيدا بلاديمير هاللي سكرت اللي كيف بلاديمير كيف يعني كيف بلاديمير هاللي هو الكنيسة بتعتبره الديس معادل الرسل معادل الرسل عيده بخمسة عشر تبوص مظبوط مظبوط بلاديمير كان مثل ما سكرت قبل عند الشعوب السلاوية كلها وغير الشعوب السلاوية عند الخزر حتى عند الاتراك كانوا عم بيفتشوا على دين يعني هيدول كانوا بلا دين كانوا وسانيين وعن فيه عرفوا انه في الاسلام اكيد الاسلام كان عنده امبراطورية كان العباسيين موجودين بهذاك الأيام. والروم عندهم الاسطنقينية. وما كان اسمه شيء اسمه أرتوديكس. ما انهم أرتوديكس. كانوا الروم فقط. ما كان في إنقسام بعد. ولا حتى الغرب كان أسم. مسيحي. مسيحي. لهالأمير بلاديمير كان بده يعرف هل مفضل مناخد الدين المسيحي أو مناخد الدين الإسلامي أو مناخد الدين اليهودي. لأنه كان فيه كمان يهود موجودين مشتتين بهالكل هالمناطق هايدي. بعت وفود إلى عند هالبقيين هادول هيتصلوا. بعت وفد منهم على الإسطنقينية. هاللي مثل ما سكرتلك ياه كانت فترة النهضة. يعني عصر النهضة العجيبة غريبة يعني شيء كتير كتير عظيم كان. بعتهم إجوا زاروا الإسطنقينية. هلأ يروى أنه يقال أنه حضروا الإديس. هلأ يمكن مش بس الإديس. حضروا كتير إشياء. شايفوا الأصور. شايفوا الكتب. شايفوا التعاليم. شايفوا الجامعات. ما كان فيه جامعات عند الروم. مش مش كان فيه جامعات الإسطنقينية. شايفوها راحوا لعنده أقولوا نحنا وتلفتنا على الكنيسة آيا صوفية اللي هي الكاتدرائية الكبرى وسمعنا الصلاوات هوني. حسين لنا حالنا مش نحنا على الأرض إنما نحنا بالسماء ومن هون نحنا بننصحك إنك أنت تلتحي بالمسيحية يعني هايدي الرواية كما تروى وأكيد مذكورة بالكتابة. نعم. اليوم عم نقول الشمسي لن تغيب للحضارة حضارة الروم. كيف ممكن ما تغيب بزمان كل شيء له علاءة بالماضي كل شيء له علاءة بالإيمان كل شيء له بالقيم عبيتدمر اليوم طبعا. ولكن نحن علينا إنه هلا بتسمي انت في شيء بصي صراع الحضارات منذكر دائما صراع الحضارات صراع الأديان كله حضارات صراع الأديان صراع الحضارات إلى آخرين نحنا في حالة صراع مع كل هل شيء عم تذكريهن انت هللي هم تذكريهن انت هلا وتل عم يجي للغرب وتل يجي بعض الدول الغربية أو السياسيين من الغرب قلولي نحنا ما بنعطيك مساعدات لهالدولة إذا ما بتقبلي بالمثلية أو نحنا ما بنعطيك هيك إلا إذا بتعملي لنا بتعملي ما يسمى فصل الدين عن الدولة أو لازم تغيب الكنيسة عن أي وجود لقلب الدولة مثلا هالإشي هللي عم يفرضوها وهيدي شغلات غريبة عن الروم كليا عن تاريخ الروم وتل عم يجي يفرضوها انت بحالة صراع معهم انت عندك صح حضارتك وهن عندهم الحضارة هللي عم لألهم لنقول هي بتبنيينها وابدو نيفرضوها عليك بدك انت تجابي بدك تجابي يعني الحضارة بده تجابي حتى تجابي بده يكون ولاده بيعرفوها بده نكونوا وسئين فيها ويعتبروا انه نحنا عندنا انتما نحنا لهالحضارة نحنا هيدا حضارة حضارتنا هيدا انتمائنا نحنا ما بيجوز انه نتساهل ما نعرفها من هون أنا هيدا رسالة الكتاب رسالة الكتاب يجب أن نشعر بحس الانتما إذا عرفنا تاريخنا عرفنا قيمنا عرفنا ديننا عرفنا ما بدئنا كله سوا هيدا نحنا بصير فعالنا انتما نحنا هدفنا انه يكون فعالنا انتما وطن يصير فعالنا انتما مسي بنقدر نجابي كل شي عاطل أو كل شي عم يهاجمنا وكل شي بده يدمرنا وإلا إذا ما كان عنا انتما نحنا ما منفيد لشي بدنا نجي يعني بدنا نتحمل نتيجة جهلنا نتحمل نتيجة تفككنا نتحمل نتيجة عدم إدراكنا بالمستقبل لأنه ما منعرف الماضي بدون الماضي ما منقدر نعمل مستقبل بروفسور ما عليا خلينا نحكي اليوم اليوم حضور أي مجموعة إن كانت مبنية على خضارة قديمة أو مجموعة مبنية على انتماء طائفي أو مذهبي أو الأخرية هو أدي حجمه بالسياسة نعم طبعا الروم اليوم أدي حجمه بالسياسة حجمه المفكت من وراء التفكك القومي من وراء التفكك القومي هيدا الرسالة هالا عم نقوله هون نحن إنه على الروم بالعالم مش عم يحكي عن الروم باللبنان بشكل عام عليهم إنه يكونوا يشكلوا نوع من نوع من تنسيق موجود من بعضهم يعني كما يقال في العالم الفرانكوفوني يقال في العالم العربي يقال في العالم الإسلامي في العالم الأنجلوفوني طيب هيدا في عالم اسمه العالم الرومي هاللي بيمتد من روسيا لجميع الدول الأوروبية الشرئية لعننا وصول لعننا نحن هالعالم الرومي هيدا فعنده قيم مشتركة عنده تريق مشترك عنده سقافة مشتركة هيدا لازم يعرفوها انتلاعا إذا بلشوا يعرفوها بصير فيه شوي شوي نوع من تنسيق فيما بينه بيقدروا يوقفوا أو يجابه هالتدخلات الخارجية الحضارية بدون هايدي رح تكون مقلن وجود وجود فيه وجود لروسية ولكن روسية عم عم بتم تحديها بعقر دارة يعني بأوكرانيا بعدين بتطلع بتلاقي رومانيا وبلغاريا وسربيا أو اليونان دول هاي مفروض تكون واية لهالموضوع هايدي جرينها جر بالسياسة جرينها جر بالسياسة عم أعطيه أكزامبل تاني الأرمن هاللي هني إلى حد ما أراب كتير من الروم كانوا جزء من الروم بالعبراطورية الرومية ما كانوا خارجها وفي عشرين إمبراطور من أباطلة الروم هني أرمن عشرين إمبراطور الأرمن لأنه موجودين لوحدهم ومعزولين لك شو عم بصير المجازر هاللي حصت بالقرن العشرين وخاصة هلا هاللي صار بأرساخ هيدا العالم كله ما تطلع ما شايف شعبو صيد هجرت بنهار واحد مئة وعشرين ألف ما بدو نشوف ليش لأنك أنت ضعيفة واليوم تقصر في التناقس الأرثوديكسية بغزة وما في حضر بدايفة مش وعيين لأنه كل واحد بيله بنفسه وبيله خايف من جاره خايف من خيه بينما لازم يكونوا كلهم مع بعضهم وقالوا ساعتها بصير في وجود للروم نحن هوي واحدة من رسائل هالكتابية أنه على الروم بالعالم أنه ينسقوا فيما بعضهم ويتحتوا فيما بعضهم وهيدي بتحكي فيها عن الدول عن الشوب وعن الكنائس لأنه الكنائس الأرثوديكسية بالعالم كنائس الأرثوديكسية بالعالم مفككة بالطريقة نفسها اللي مفككة فيها هيدا الدول كل كنيسة عم تتنافس بعد تاني شغلي غريبي وتالواحد ما بتسأل هالسؤال طيب إذا بروح على الولايات المتحدة الأمريكية بديك تشوفها الروم اللي موجودين الروم الأرثوديكس مش هناخد غيرهم عندك عشر مترانيات بارلل بارلل مع بعضهم موجودين بنفس المدينة في عشر مطارني كل واحد عم بشد لشعبه لو كيعمل ما أنتو على حساب الكنيسة بتقول أنه كل المدينة اللي يزيكون فيها أسقف كيف عشر أساقفة عم يتعروا أكيد هلا بتعملوا خدمة إن كون كل واحد بتوصلوا له بلغته بس كيف بدكن تنشروا البشارة البشارة بتنشر عشر أشخاص عم يتنافسوا بين بعضهم كيف بتصير هادي هيدا مثل هيدا مثل هيدا مثل بجسخ بيختلفوا بالتعليم لا بالتعليم هم نفسه بيختلفوا بالسلطة بيختلفوا بالسلطة ما هذا اللي بده أوصل عليه بدي أوصل عليه بروفسور بعد عنا كم دقيقة تفضل خلص الوقت بسرعة حلو كتير الحديثين وإن شاء الله نكون عم نوصل رسالة بروفسور جحشان انت عم تكتب هالكتاب شمسي لان تغيب جولة في تراس الروم بدي اتوقف عند نقطتين استألكين هون وهيدا شي شخصي نعم كل واحد منا بتاريخ عائلته بتاريخ بلده بتاريخ بصيرته الزاتية في شي بينضم عليه في شي بيستحي منه في شي بيكون فخوري كتير عليه بالحضارة الروم يلي كنت عم تكتب عنا وين حسيت بفخر واعتزاز كمنتمي الى هذه الحضارة وين حسيت بخجل وقلت يا ريت ماني قادر اكتب هذا الشي بفتخر بشغلي هي بانه عظمت عظمت هالدولة او هالحضارة هاللي دامت كدولة ككيان سياسي دامت 1123 سنة وكثقافة استمرت الى اليوم استمرت الى اليوم سابتي سابتي ما بتغير متمسكة بكل شي ان كان بعقيدتها الدينية او بتقاليدها التقاليدة الشريفة هاللي مسميها التقليد حتى التقاليد الشعبي يعني وبالقيم هاللي فيها انا بفتخر فيهم كلهم سوا ولولو ما كنت بفتخر بها الشغل ما كنت تكتبت هالكتاب هاللي يخليني اخجل اخجل هو الانشاءات هالليّ كانت اسبابه هالله انشاءات دينية ولكن هاللي كانت اسبابه اما سياسية او قومية لا قوميات كمان السلطة والقوميات الى الفكرة القومية والتبعية للغير هايدي كانت انشاءات كلها فرفطة الكنيسة فرفطة الكنيسة طلع منها طواقف بالشرط حتى بقلب الروم صار فيه انشئاء سنة 1924 صار فيه طايفتين روم ارتوديكس وروم كاتوليك كرمال اذا من نقبل بالبابا يكون رئيس الكنيسة او ما بنقبل بالبابا يكون رئيس الكنيسة يعني شغلة سياسية اذا بدك تحسب ادارية خالصة ما فيه شيء من الدين ما كان سبب ديني هادي كانت سبب سياسي مش سبب اكلت سمك ما يمكن لا ما اكلت سمك حصلت هي من وراء تدخلات تبشيرية عجيبة غريبة وتسلطت على الشرق فيه صراع غرب وشرق يارات كان فيه الشرق ما كان موجود ما كان موجود الشرق وقت الشرق ما كان موجود وقت اللي صارت هالتبشير هيدا ما كان فيه شرق كان فيه غرب عم بحاول انه يفوت على الشرق وياخد الشرق المسيحي اكيد فيه شرق اسلامي كان ما له علاقة بالموضوع ولكن كان فيه غرب عم بقول انا بدي حط ايدي على هالشرق المسيحي هادي بدي يبعط له ارساليات بدي يبعط له بساعدات هادي ممكن تكون خيرة ومنيحة ولكن ولكن شرطة شرطة انه تعلنه التبعيه لأيدي وهيدي الشغلة مؤسفة جدا يعني بنهاية الامر من اسمت الكنيسة الرومية كمان اسمت الكنيسة السريانية كمان اسمت الكنيسة الاربانية كمان اسمت الكنيسة الاشورية كل هالكنايس هاي دي تقسمي ثلاثنين من ورا هالحملة هاللي هاللي حصدي بابتداءها من سنة 1400 مية لا وضع اليد على المسيحية بالشرق. هاي دي شغل كتير كتير مؤذي. وانا واحدة من الانشئاءات هاللي بخجل فيها هي حصول هالانشئاء ستة الف عمية واربع وعشرين. كما الانشئاءات هاللي حصدي بقامل اربعمية واحد وخمسين واربعمية واحد ثلاثين وستمية و الى اخرين. نعم. آآ بينحكا بعد كتير اشياء. وان شاء الله ازا قدرنا نقرأ الكتاب كاملا يكون عنا هيك عنوين خاصة ناخدها للمناقش. شاء الله. بدي اشكرك لبروفيسور نجيب جحشان. بدي اشكر كيفورك. بدي اشكر هاجوب. بدي اشكر المستمعين والمتابعين. و الى موعد جديد عبر سودفان. الى اللقاء.